مرحب بكم أحبائي أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في ابتدينا سلسلة رائعة دسمة عن المسيح في إنجيل يوحن وتعلمنا دروس في منتهى العمق عن شخصية المسيح مهيته وإرساليته وكمان حاجات عملية بتخص إيماننا وسلوكنا اليومي وارتبطنا بالرب الجزئية اللي وصلنا لها في الفصل الكتابي اللي احنا بصدده النهاردة في إنجيل يوحن أصحاح 2 الآيات من 12 لنهاية الأصحاح ودي حدثة تطهير الهيكل اللي فيها الرب يسوع المسيح امتلى غيرة مقدسة لما شاف الهيكل بيدنس بينجس بالبيع والشرة والصيارفة بيتربحوا في الهيكل فامتلى الغيرة وقال لهم جعلتوا بيتي بيت اللي هو بيت الصلاة مغارة للصوص وطردهم بطريقة فعلا ملفتة للنظر وهنشوف بعض الأفكار العملية بنعمة الرد بيقول لنا يوحن البشير أنه المسيح اتخذ من كفر نحوم مقرا له وكانت نقطة انطلاق للمناطق المجاورة وشيء ملفت على فكرة وكمان مؤسف أنه بالرغم من أنه جعل من كفر نحوم مركز ليه لأعماله في الجليل إلى أنه أدنها لعدم إيمانها إيمان أهلها به زي ما قال في متة بتتذكره متة 11 وفلق عشر أعتقد اتكررت وبنعرف أنه أوريشاليم هي عاصمة إسرائيل ومركز ديني وسياسي كبير في أرض فلسطين وكان فيها الهيكل اللي بيقام فيه كل الاحتفالات الدينية والأعياد والمراسيم الدينية اليهودية وكان الناس بيتوافدوا على فكرة من كل أنحاء العالم عشان يعيدوا الأعياد اليهودية السنوية واللي كان أهمهم عيد الفصح اللي احنا بيصددوا وبتقول الإحصائيات أنه تقريبا عدد الحجاج الموجودين للاحتفال بالفصح حوالي كان بيوصل أوقات لمتين وخمسين ألف شخص بيحجوا من كل أنحاء العالم لأوريشاليم يحتفلوا بالفصح ويمكنك أنك تتخيل معايا الزحام في الوقت ده كان في كل المدينة ولا سيامة في الهيكل بالذات اللي هو المكان الرئيسي للاحتفال بالفصح كانت ضريبة الهيكل تدفع بالعملة المحلية وبالتالي كان على كل الحجاج اللي بيجوا من بره أنهم يبدلوا فلوسهم عند الصيارفة واللي كان غالبا كانوا الصيارفة دولا ناس مبتزين جشعين جدا بيستبدوا الناس وبيبتزوهم وبتزوا أموالهم كان مطلوب من الناس تقديم زبائح خطية وطبعا بسبب المسافات مش بيقدروا يجيبوا معاهم الحيوانات من بلادهم فكانوا بيضطروا يغيروا فلوس ويشتروا من الباعة عند المدخل داخل الفناء الخارجي للهيكل وكمان كانت الباعة بيستغلوا الموقف ده وبيتربحوا بطريقة مزرية عشان كده بنشوف هنا الرب يسوع غضب بسبب أعمال الطمع والغش اللي كانت سيدة في الوقت ده وكمان أكيد رؤساء اليهود كانوا هم كمان بيستفيدوا من الدخل الكبير ده لا عجب أن الرب امتلى غضب وثار عليهم وقال لهم كيف تجعلوا لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة وابتدأ يطردهم ويقلب مواد الصيارفة ويطلق الحيوانات والطيور بغيرة مقدسة على هيكل الله اللي هو بيت الصلاة حابب أقف عند العبارة دي اللي قالها الرب انقضوا هذا الهيكل في عدد 19 وطبعا كان لما بيتكلم عن الهيكل كان بيتكلم عن جسده هنا بنشوف قدرة سلطان الرب على الحياة فهو يحدد وقت ميلاده وكمان يحدد وقت موته وكمان الطريقة اللي هيموت بيها منتهى العظمة والقدرة الإلهية محدش يقدر يقولك كلمات زي دي غير الله الذي ظهر في الجسد اي في الطبيعة البشرية المسيح له كل المجد كمان في حاجة مهمة ملفتة في المشهد ده ان المسيح بمفرده طرب مئات الالاف من الناس من الهيكل بقوة سلطانه وقدرة لهوته محدش من الحراس قدر يتعرض ليه أو حتى يقرب منه وكأنه في اللحظات دي أزاح ستار عن مجد لهوته بطريقة رهيبة ووضحة للعيان ياه الجزية دي في منتهى الروع بتظهر فعلا مجد لهوت المسيح في الختام عايزة أقول حبائي الكلمات الأخيرة دي اللي ذكرها الوحي ان الرب لم يأتى منهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع وكمان يعرف ما فيه قلب الإنسان بالضبط زي ما قال أرمية عن القلب الإنسان القلب النجيس لو أخدع من كل شيء من يعرفه في أرمية أرمية 17 صحيح يا حبائي المسيح يعلم الغيب يعلم بواطن الأمور والظواهر بيعلم الماضي والحاضر والمستقبل بيعلم كل شيء لأنه هو الله هو الله بذاته الله الذي ظهر في الجسد فهل عرفته هكذا عزيزي مشاهد المسيح له كل المجد يتمجد اسمه وتبارك إلى الأبد أمين